اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد يسعد صباحكم وينما كنتوا عم بتابعونا يسعد صباح كمان الناس اللي عم بتابعنا عبر صفحتنا في الفيسبوك وايضا كل صباح جميل لكم وصباح خير بإذن الله كمام طار الخير وأجواء الخير التي نتابعها الآن قبل الفاصل تحدثنا بأننا سنتحدث عن عامل الوقت كنا دوما يقال لنا أن الوقت كسيف إذا لم تقطعه قطعك وبالفعل الإحساس العام بالوقت الذي يعني ينسدل من بين أيدينا إذا لم نستغله بطرق الأمثل سيكون عبء شديد على صحتنا النفسية لذلك سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع الدكتور محمد مرعي استشاري الصحة النفسية في جامعة النجاح الوطنية وأيضا المحاضر في كلية الطب وعلوم الصحة أسعد الله صباحك يسعد صباحك وصباح مشاهدينا الكرام يعني دكتور محمد أحيانا كتير نستشعر أنه في حال مرأ الوقت من بين إيدينا وكان لنا خطة أو طموح لإنجاز العديد من المهام والعديد من الأهداف منحس في ضيق في النفس منحس دائما أنه متواترين منحس أو ممكن كمان نكتأب في مرحلة من المراحل لما نحس أنه الوقت بسرقنا الوقت أيامنا بتمشي وإحنا لسه مش منجهزين إشي لا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد العام يعني والمفروض أنه الإنسان يكون عنده يعني خطة أو أهداف أنا والله اليوم شو عندي أشياء بدأ أنجزها واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة فالأفضل أنه إحنا نوضع لست أو قائمة بالأهداف سواء الأهداف الحياة العامة أو على الصعيد اليومي إذا أنا كنت مثلا موظف والله شو عندي أنا اليوم مهام لازم أنجزها الآن بعد أني أنا عمل قائمة كمان هذه القائمة بدأ أفندها كيف أفندها؟ فيه إشي ضروري ومستعجل مثلا هذا لازم أنجزه أول شيء فيه أشياء ضروري ولكنها غير مستعجلة فيه أشياء غير مستعجلة ولكنها ضروري وفيه أشياء لا هي ضرورية ولا هي يعني مستعجلة فالمفروض أنا أقسم كمان هذه الأدوار بحيث أنه المهام الضروري والمستعجلة أنجزها أول شيء والأشياء المهمة أو المستعجل حسب ما أنت بدك أو أنت مقسم الأمور تبلش تنجز فيهم وحدي وحدي فهذه برضو كمان خطوة ممكن تساعد النقطة الثالثة هي تفويد أني أنا أعمل تفويد إذا كانت مثلا في مكان العمل ممكن فيه أشياء زميلة يكون فيها أو أنا إذا كنت مرؤوس في العمل ممكن أحد الموظفين يكونوا فيها إذا أنا كنت ست في البيت أخلي أولادي مثلا يشاركوا في شغل البيت في كتير من الستاء تقولك فيش معي وقت أنا وإلي تدريس الأولاد وإلي شغل البيت والطبيق والجلي والكنس وإلى آخر فممكن إذا أنا والله شاركت أبنائي وعطيت كل واحد مهمة حسب المرحلة العمرية اللي بتناسبه بتناسب عمره ساعتها أنا بلاحظ أنه صار عندي وقت إضافي فالتفويد كمان شيء ضروري النصيحة الرابعة اللي هي أن نحكي لا نحن كثير أحيانا من جامل على حساب حالنا حالنا على حساب كفي فيه رهاب من كلمة لا يعني تستشعر وحتى الطرف الآخر لا يستقبلها يعني العقل الجمعي زي ما بيحكوا عنده فكرة أن الواحد يحكي لا معناته بيحبهش معناته بدوش يساعده معناته مش صديق حقيقي دائما الصورة النبطية اللي بتتبع كلمة اللا وكأنه فرض على الإنسان أنه يعيش في النعم الدائمة هلأ المهم مش أنه نحكي لا المهم كيف منحكي لا يعني النبرة اللي منحكي فيها نا عفوا لا أو منعتذر فيها عن أداء مهام إضافية فالأسلوب والطريقة هي اللي عادة بتوصل رسالة للشخص الآخر فأنا مثلا بقول له أنا متأسف أنا كتير حابب والله أساعدك بس هذه الفترة أنا والله فيه أشياء ضرورية فبعتذر منك يعني ممكن لاحقا يكون عندي وقت بس هلأ أنا بعتذر منك فهذا الشيء ضروري يعني أنا بتذكر أحد المراجعات عندي في العيادة كانت طالبة وكانت ما توجدش وقت إنها تستمتع بالجامعة فبسألها ليش بتقول لي لأنه كل الطالبات بيجي بسألوني وأنا بخجل أحكي لا فهذه مشكلة أنا بدي أحافظ على والله عندي بريك مثلا بين المحاضرات من الحق أن أخذ بريك وأدير بالي على حالي إذا أنا والله صفة في عندي وقت إضافة وحابب أن أعطفي ما في مشكلة لكن ما يصفي إنه والله هو عبئ علي فبتقول لي أنا خايف أني أحكي لهم لا وهم يزعلوا يا ستي يزعلوا شو المشكلة يعني أنا أصاب بمشاكل صحية ونفسية علشان والله أنا أرضى أرضي الناس الآخرين في النهاية رضى الناس غير لا تدرك يعني أنا إذا كان عند الاستطاعة أني أساعد الناس لوجه الله تعالى ما عندي مشكلة وكان عندي فائد يعني طبعا فائد من الوقت يعني فائد من الوقت هذا شيء يعني أساسي بس إحنا اليوم أنت شايفي يعني كل واحد عنده أعباء وعنده وظيفة عنده مهام أو مسؤوليات أسرية اجتماعية إلى آخره فالمفروض أنه الشخص اللي أمامي يعني يتفهم هلأ إذا هو بدوش يتفهمه حر في النهاية مشكلتها بتصفي طبعا أنا في النهاية صحتي أهم يعني كتير أنا بطلبه مثلا مدني أشياء وبعتذر يعني هلأ إذا كان عندي أنا والله يعني قابليي أني أنا أساعدها ده ما عندي مشكلة لكن إذا أنا والله على حساب شغلي وعلى حساب صحتي لا يعني وعلى حساب عيلتي متأسف بتشوف أنه هي فكرة يعني مش مشكلة ما بنقدر نحكي عنها مشكلة بس هي تعميم ثقافة ديش الفكرة أنه الإحساس أنه خايف يزعله بخاف الإنسان من العزلة بخاف من أنه يعني ما يلبي طموح الأشخاص اللي حواليه وهون بتصير المشكلة لأنه بمجرد ما أنه يفكر هيك هو أصلاً مش رح يلبي طموح الناس اللي حواليه أديش لازم يركز على إنجازاته ويركز على رصيده الشخصي وهذا جزء كبير من مضيعة الوقت وعدم إضافة أي شيء لرصيده الخاص هلأ هو بصراحة كيف أنت بتعود الناس عليك أو الناس المحيطين فيك إذا والله متعود دايماً تكلهم لا وما ترفض لهم أي طلب إيش طبيعي يكون عندهم ردة فعل يعني يعني شوية أول لك ردة فعل قاسية بس أنت بدك تكون واضح وصريح مع الشخص يعني أنا بتذكر من الواقف الطريفي أنه يجي حدا بديزورني زيارة اجتماعية يعني من الجيران فقلت أنا والله بالعكس بتشرف في زيارتك وأهله سهلة فيك بس أنا بدي أحب أوضح لك شغلة أنه ممكن ما أقدر أرد لك الزيارة يعني مش إقلالاً من قدرك انت قدرك على راسي من فوق وأنا بتشرف إن أقيم علاقة اجتماعية معك بس إذا جيت عندي ما قدرتش أردها ما تزعل لأنني أنا بصراحة رحمي مش كادر أزوره فإنت بدك تكون واضح وصريح وبالعكس تقبلها يعني وما أجهش دارني يعني فإنت كيف بتعود الناس وكيف بتوضح لهم يعني طبيعة حياتك إنه أنا والله سعب عندي ارتباطات كتيرة ما عنديش وقت فالصراحة والوضوح مطلوبة وإنك توصل الرسالة بأسلوب يعني لبق وما تدخل حالك في متاهات مع الناس تقولوا آه والله تفضل عندي زورني وهذا تفضل عندي زورني وبعدها ما تردلوش الزيارة وسفي هنا في يعني مشاكل أو في العلاقات الاجتماعية فإذا أنت بدك ما عندك شوق والله للعلاقات الاجتماعية بدك توضح للناس اللي حواليك وبدك تحاول تحد منها قدر الإمكان وتوضح للناس شو ليش أنا والله يعني مش كتير هلأدي مثلا اجتماعي أو بلبي توقعات الناس الآخرين وهذا جزء من مضيعة الوقت اللي هي العلاقات المتشعبة والغير ضرورية يعني إحنا تحدثنا عن موضوع الضرورة تحدثنا عن موضوع الحاجة أيضا لكن هناك أشخاص في حياتنا هم سبب سلبية سبب مضيعة وقت لكن بدناش نحكي بدون أي فائدة لكن وجودهم أو عدم وجودهم ما بشكل إشي فإنش إحنا بس حريصين على التعداد مش حريصين على الحفاظ على حياتنا الشخصية الخاصة فينا طبعا هو العبرة فيه النوعية وليس في الكمية يعني أنا بكفيني صديق واحد أو صديقين يكونوا عن جد هلقد فعالين في حياتي وبيدعموني وقت الشدائد أحسن من مية على الفاضي فإنت بدك تكون كمان يعني هي بسموه هندسة العلاقات مع الناس كيف أنت والله مرتب موضوع العلاقات الاجتماعية لأنه هذا ممكن أكتر شي بوكل من وقتنا يعني أنه بصفي والله أني أنا كواجب غير مرغوب فيه خلينا نحكي أني أنا والله أروح وبيكون على حساب وقتي أو حساب أسرتي حساب شغلي حساب إلى آخرين فالمفروض أنا أرتب أعمل تنظيم لوقتي أرتب أولوياتي في الحياة إيش هي أهدافي إيش أنا والله بدي أنجز مثلا خلال هذا اليوم خلال هذا الأسبوع خلال هذا الشهر خلال هذه السنة وبناء عليه أنا أوضع خطة وظلني مركز على هدفها إذا كان عندي وقت إضافي ممكن والله أغذي فيه الجانب الاجتماعي أو الجانب الروحي أو الجانب الترفيهي أو الجانب إلى آخرين بحيث أنها تكون الحياة متوازنة وما يضغاش طرف على آخر فالمفروض أني أنا أحاول أدير وقتي بشكل متوازن وزي ما حكينا في البداية أني أنا أعمل تفويد إحنا للأسف كمان برضو من خاف نعمل تفويد إلا ثقة والإحساس لعدم الأمام ممكن كل الثقة وممكن كمان طبيعة تفكيرنا إحنا أنه خلص أنا بدي إياها تنعمل هيك يعني هذا التربيزة لازم تنحط هيك إذا عطيت مثلا ياسمين قلت لها ما عليش تحط التربيزة حطتها يعني متحرك شوي بعتبره أنه غلط يعني إحنا الطريقة تشمرونا طريقة عقل طريقة تفكيرنا ما بتؤمن بالعمل الجماعي وخلص تربينا هيك في المدارس في البيت أنه فيه دائما كل مسألة لها رأي واحد صح وعادة الشخص بعتبر أنه هو رأيه الصح هو الأصح يعني عشان هيك ممكن بخاف المدير يفوض للشخص اللي تحتوي لو أنا بقول لك بشتغليش زي ما أنا بدي أوكي سيدي بشتغلي زي ما بديك بس على الأقل أنجز المهمة ما هو أنت برضو بتغترش يعني تشيل كل هالمؤسسة أو كل هالقسم على ضهرك وبعدها يصف عندك أمراض وهذه النقاط اللي بتوقع العمل بتوقع العمل بتوقع كمان الأشخاص بالمطبات ويعني هما في غينة عنها في عقبات هما في غينة عنها أحيانا كثير الناس مش مستنسخة عني ولا مستنسخة عن تفكيري ولا حتى هما مروا في نفس التجارب اللي أنا مريت فيها بس إحنا زي ما أنت ذكرت دائما نعتقد أنه في فكرة في بالنا لازم له قدامنا يكون على هواها وللأسف يعني هذا برجع طبعا ل زي ما حكينا نظام التربية في البيوت ونظام التعليمي دائما في المدارس ما في مثلا عندنا نقاشات ما بين الطلاب ممكن أن يكون أكتر من رأي صح غالبا هو رأي الأستاذ لأنه أستاذ هو الصح والطلاب لازم يتبعوه كذلك الجامعات للأسف بعض مثلا للدكاترا بيعتبر أنه أنا بما أني دكتور هو رأي الصح وبمنع حتى النقاش ما بين الطلاب يعني فكمان هذه ظاهرة خطيرة كذلك مثلا المؤسسات الأخرى مثلا المؤسسة الأمنية بتلاقي أنه والله أنا مسؤول في لازم أنت تنفذ الأوامر لأنه هذا الصح فيش مجال غير هيك يعني وكذلك المؤسسات أو الشركات الخاصة فهذا بعود إلى طريقة التفكير عكس الدول المتحدرة بتلاقي أنه بيكون القرار عادة هو قرار جماعي وحتى كمان هذا بنعكس على الجانب السياسي فبتلاقي أنه والله مثلا عندنا أموال أو موازنة بيستشيروا فيها الناس كيف ممكن نصرفها في مثلا أموال في البلدية شوانا بالأفضل طبعا شو بيستشيروا الناس والله عندنا مثلا 100 ألف دولار شو رايكوا يا جماعة شو المشروع الأكتر مثلا بلدية نابس بحاجة لا إله فبيستشيروا المواطنين وبناء عليه بيقرروا هون عنا إحنا العكس خلص أنا كمسؤول شايفوا هذا الصح هدول المئة ألف لازم ينصرفوا هيك دكتور محمد أنا بدي أشكرك كل الشكر بجوزة إحنا حكينا في كتير من النقاط والنصائح ونأتمنى بالفعل أنه تكون تركت أثر وأثرت كمان في الناس اللي بالفعل بسبب لهم عدم الإنجاز أرق وأحساس بعدم الصحة النفسية أنا بدي أشكرك كل الشكر لتواجدك معنا في هذه الحلقة من هوان الوطن شكرا لكم وأتمنى إن شاء الله الجميع التمتع بوافر السحر ترجمة نانسي قنقر